تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي خبر حصول دولة الكويت على عضوية دائمة في الاتحاد الدولي للشباب المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للشباب نشر بدوره بياناً رسمياً عبر صفحته الرسمية في تطبيق فيسبوك موضحاً فيه أن الشباب الكويتي يشكل نسبة 72% من إجمالية السكان وأن الاتحاد يهدف من خلال هذا الاختيار إلى تعزيز رؤية الشباب الكويتي بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي من مختلف الدول كما شامل بيان المجلس التنفيذي للاتحاد تعيين السيدة ليلى المختار لتكون ممثلة للاتحاد في دولة الكويت باعتبارها أحد القيادات العربية الكويتية الشابة مرفقين سيرة هذاتية الحافلة والتي أهلتها لشغل هذا المنصب المستخدمون بدورهم باركوا للمختار هذا الاختيار لتمثيل أبناء الوطن معتبرين أنها من خيرة من يمثلهم مؤكدين على الإمكانيات والمهارات العالية التي يتمتع بها الشباب الكويتي وعبر حساباتها الإلكترونية شاكرة المختار المستخدمين على تهانيهم وتشجيعهم لها